أعلنت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل موعد البتي في دعوح المجلس النواب قال مرسل العراقية الإخبارية أن المحكمة تحددت يوم الأربعاء المقبل موعدا لإصدار القرار وكانت المحكمة الاتحادية قد عقدت جلسة النظر في دعوح للبرلمان بغياب ممثلي المدعي والمدعى عليها وفق قرار سابق للمحكمة الاتحادية يقضي بأن تكون الجلسة من دون مرافعة ترجمة نانسي قنقر